في حالة غير مسبوقة ترتفع أرقام الإصابات في العراق المثقل بإصابات من أوبئة كثر هذه المرة تضرب كورونا مجددا ضربتها الموجعة لكن التزامن الذي قد يربط في أذهان المتفاعلين عبر منصات التواصل الاجتماعي جاء بعد حالة انفجارية لانتشار الفيروس في الجارة إيران بعد أن سجلت وزارة صحتها رقما قياسيا بالإصابات وصلت فيه إلى أكثر من واحد وثلاثين ألف إصابة في العراق ترتفع الإصابات إلى أكثر من اثني عشر ألف إصابة وهو الرقم الذي يدق باب الخطر بنتائج غير مرضية لما تقول إليه حالة انتشار الوباء في البلاد سيما مع عزوف مؤكد لطيف واسع من الشارع العراقي عن أخذ اللقاح والتزام غير كبير بالإجراءات الاحترازية وزارة الصحة أعلنت استرادة لوكتجين من تركيا لتغطية عداد الإصابات المرتفع نجوع إلى تركيا لتوفير أنفاس الأكسوجين مفارقة عند البعض بعد أن جفت مياه الرافدين بأصابع تؤشر لتركيا وإيران على أنها السبب في الظروف التي يعيشها العراق في الحالات المتشابهة من الظروف الصعبة فإن العراق يحتاج ماءه وهواءه وأكسوجينه الذي قد ينقذ مرضاه في أيام عصبة لا يرحم فيها كورونا أحد ولا يستهان فيه فقد أصبحت الموجات تلو الموجات والمتحورات تتبعها المتحورات